موسيقى مرحبا حضراتكم مرة أخرى وكنا قبل الفاصل نوهنا أو كان فيه معلومة مهمة جدا أن 50% من دعم الطاقة في العالم عندنا هنا في مصر والأسف يوجه إلى غير مستحقية وأيضا أن إحنا لو طبقنا الكروت الزكية فإن ممكن هذا التطبيق يؤثر بشكل كبير جدا أولا الدعم يروح لمستحقية سنين حيبقى فيه دخل يوجه بعد كده زي طبعا البشوانس أسامة كمال قال لنا ممكن يوجه للعديد من المشاريع اللي ممكن تساعد المواطن إن إحنا إن شاء الله نحصل على بلد أفضل وإن إحنا نحصل على مواطن يعيش على يعني نقول أقل حد من المواطنة الكريمة نرجع مرة تانية برحب بديف الكريم برحب حضرتك مرة تانية ونرجع تاني لموضوع الكروت الزكية الكروت الزكية كان الغرض منها الحقيقة أن إحنا نستطيع أن نراقب ونتحكم في المنتجات البترولية أولا ثم بعد كده نبقى نتكلم في موضوع أن يبقى فيه حد للاستهلاك أو تحريك للأسعار ليه؟ زي ما بقول لحضرتك إحنا رصدنا أن هناك ما لا يقل عن 15% تهريب وسوق سوداء طب إزاي نحكم التهريب وسوق السوداء؟ بيتعمل إزاي التهريب وسوق السوداء؟ لأنه بيتم في ثلاث مراحل المرحلة الأولى ما بين حركة السيارات النقل من المستودعات الرئيسية إلى محطات البنزين ومنافس توزيع البتجاز المرحلة التانية من المنافس ومحطات البنزين إلى المستهلك والمرحلة التالتة من بعد المستهلكين الكبار اللي بياخدوا كميات كبيرة طب نقضي على القصة ديت إزاي؟ أنا هقولها ببساطة عشان خاطر ما نقفش عند الموضوع كتير ما بين المستودعات وما بين محطات البنزين أو مستودعات البتجاز في كارت زاكي بتاخدوا العربية اللي بتنقل المنطق هذا الكارت بيقول والله هي محملة 50 ألف لتر بنزين أو ألف سطوانة بتجاز تمانهم الفعلي الفعلي 50 ألف لتر بنزين دول تمانهم الفعلي مثلا 300 ألف جنيه فبيتحمل مديونية على الكارت الزاكي بتاع العربية الناقلة سواء كانت شركة أو أشخاص بمديونية 300 ألف جنيه اللي هو بسعره تمان الفعلي الفعلي ليه؟ لأنه كنا بنرصد قبل كده عربيات بتطلع من المستودعات بتطلع تفضي بره فبيقولك وقتها إيه؟ أنه هما كانوا بيحاربوا الحكومة وبيرموا البنزين في الصحر لا ما بيرميش في الصحر ما كان بيحطه في مستودعات أرضية وتيجي بعد كده عربيات أخرى تاخده وتوديه إلى أماكن تهريبه فأنت لما تحط عليه مديونية 300 ألف جنيه تمنه خلاص هو ما بقاش مستفيد ما بقاش بتمنه يعني لتر السلوار بجنيه وعشر سيار أما هو يبقى شايله بستة جنيه وهيبيعه في السوق السوداء بخمسة جنيه هيخسر فبالتالي يبقى أنا كده مسكة الخطوة الأولينية بتاعت النقل من المستودعات الرئيسية إلى محطات التوزيع النقطة التانية من محطات التوزيع أما بيروح بقى عند محطة التوزيع هو لازم يروح عند محطة البنزينة البنزينة الفلانية اللي موجودة في شارع كذا اللي عندها الماكنة بتاعة الفيزا اللي رقمها كذا لما يعد الكارت بتاعه في الماكنة دي تتنقل المديونية من العربية إلى محطة التوزيع اتنقلت إلى محطة التوزيع بقى عليه مدونية 300 ألف جنيه حضرتك روحتي بالكارت الزكي أخدتي 10 رتل الصلوار دفعتي 11 جنيه لكن في نفس الوقت بينزل من مدونيته 60 جنيه يبقى طول ما هو بيبيع لحد معا كارت كلمة معا كارت دي بقى في غاية الأهمية ليه؟ معا كارت تعني أن العربية مرخصة وسليمة تعني أن أنا عارف بيانات صاحب العربية يعني ما يحصلش أن أنا ألاقي توكتوك أو ميكروباس أو عربية ماشية بدون نمر وبتعمل حوادث خطفه وقاتله واتصاب وتفخيخ بقيت عارف كل عربية مملوكة المين تحديدا فده بعد مهم جدا في منظومة عمنية طبعا في منظومة الكروت الزكي كل كارت بيخش ياخد من البنزينة منتج بينزل قدامه القيمة الفعلية من على المديونية طب الراجل ده خد المنتج وهيبيعه في السوق السودة هيدفع ثمنه ستة جنيه لتر أغلى مما هو بيبيعه في السوق السودة ومن ثم يبقى أنا قضيت على الجزء الثاني الجزء الثالث كانت الحركة بتاعت إيه؟ كبار المستهلكين بعض مش كل سوائين النقل بعض سوائين النقل الكسالة شوية اللي مش عايز يشتغل بدل ما يشتغل يوم بحاله علشان خاطر يطلع بـ 200-300 جنيه ياخده بنزين مخصص ليه وينزله في السودة السولارة المخصص ليه وينزل بعد ما يعبيه يفتح الحنفية بتاعت الخزان لأنه الخزان بتاعه 400 لتر حط جنبيهم خزان إضافي أو غير الخزان بواحد تاني 800 وبيعمل جنيه في اللتر يعني هو بياخده من المحطة بـ 110 إرش بيبيعه بـ 2 جنيه فالصفيحة هو بياخدها بـ 11 جنيه بيبيعها بـ 20 جنيه يبقى هو الراجل عمله 1000 جنيه في اليوم من غير ما يبزل مجهوت طيب ده احنا هناعمل معه الكارت بتاعه اللي هو بياخد به الـ 400 لتر الـ 400 لتر دول مخصصين إنه هم يمشوا يوم ها أو 400 كيلو فلو دخل في محطة بنزين تاني في نطاق أقال من 400 كيلو يحصل ايه بلوكينج على الكارت زي كروت الفيزا بالظبط لما حضرتك تتعدي لحد بتاعك يحصل بلوكينج على الكارت وده بمثابت بلاغ عن تهريبه للوقود ويبقى عندي كمان بياناته وبيانات السيارة وكل حاجة من دون بقى وإلا من غيرها مش هارف ياخد سولار مدعا أو بنزين مدعا أنا شعزة أقطع حضرتك بس طب ليه احنا ليه عندنا دايما مشكلة التوصيل المعلومة بمعنى الكروت الزكية كل اللي احنا عرفناه ولسه حتى قبل ما ادخل لحضرتك كان يعني الناس كانوا بيتكلموا معي في الموضوع ده إنه هو هيبقى لكل واحد خمسة لتر وإن مش عارف مين وحتبقى مصيبة وهيبقى دي مرحلة أنا اتكلمت فيها فعلا اللي هي المرحلة التالية بتاعت ايه بقى إن احنا نطلع من مرحلة السيطرة على التهريب والسوق السوداء إن احنا رفع الدعم إلى مرحلة الترشيد لا مش رفع الدعم إلى مرحلة الترشيد أنا عايز أديليك 200 لتر كل شهر مدعمين زي ما قلنا لو أسهل حاجة على أي حكومة إنها تقلب النقد الدعم من دعم عيني إلى دعم نقدي لكن ده هيعمل تضخم مفاجئ في الأسعار يضحن الطبقة المتوسطة وده مش مطلوب هيدفع الأسعار في كل حاجة ده مش مطلوب ومن ثم لابد هذه الأمور تمشي تدريجة إن احنا الأول نبتدي نرشد الدعم نرشد الكميات اللي بديستهلك أنا بقول بس لو تم شرح الكروت الزكية بالشكل اللي حضرتك قلته من البداية والله يا أستاذة شرحنا ولكن هناك موجات أخرى مضادة إعلامية التي تحقق أرباح التي يحقق أصحابها أرباح من وراء السوق السوداء ومن وراء التاريب هم كانوا لأن احنا بنتكلم في مليارات لا طب إلي دخل موضوع الإعلام في النهار مش حد من الإعلامين بيشتغل في السوق السوداء مش حد من الإعلامين وصل حضرتك لما يبقى فيه 18-20 مليار جنيه بيروحوا للتجار السوق السوداء والمهربين هيزق عليك حملات غير طبيعية تشوه المنظومة وتشوه اللي بيتكلم فيها وممكن أن تعرضوا إلى خطورة خطورة زي محاولة اختيال حضرتك يعني خطورة ممكن تعرضوا إلى خطورة خطورة سياسية خطورة جنائية ممكن أن تعرضوا لأن أنت بتتعرض لفساد والتعرض للفساد ما بيعديش كده أيها حضرتك بيعرض أصحابه لمشاكلة ما بيعديش كده ماشي بس حضرتك عديت نقطة تانية أنا بقول لها حضرتك خطورة تمثل زي محاولة تعرض حضرتك ثلاث مرات لمحاولات اختيال مش محاولات اختيال بمعنى مثلاً عربيات مفخخة وحاجات زي كده يعني هي فيه بتبقى بتيجي أوقات تلاقي فيه تهديدات مباشرة وتهديدات غير مباشرة تحذيرات قوية جداً من بعض الجهات من مين بقى؟ مش عايزة أشخاص بس مين الجهات اللي ممكن يبقى دي عملالها مشكلة زي ما قلت لحضرتك الجهات التي تستفيد من التهريب والسوق السوداني مهم أن هذا الموضوع في الآخر فيها جهات ترتبط بالحكومات أو مشابه ولا جهات أشخاص معينين هما اللي بيقوا مسيطرين على الأسواق المسيطرين على الأسواق لكن ملهمش اتصالات أو يعني تداخل مع الحكومات ما اعتقدش ما اعتقدش فهذه هي يعني الجزء الأولاني من منظومة ترشيد الدعم الطاق موضوع الكروت الزكية وهذا الكلام يسري على الكهرباء لما يبقى فيه معانا كارت برضو بيقدر يحدد للشخص أنه هو بيسحب كمية قد كذا كهرباء لغاية هنا مدعمة ثم بعد كده يخش في شريحة تانية ثم بعد الألف الأولانين زي ما قلنا يخش في شريحة عدم الدعم خالص هذه المنظومة بسيطة ومطبقة في كثير من دول العالم لترشيد توجيه الدعم لأنه مش معقولة بلد زي مصر تعاني اقتصاديا يبقى فيها خمسين في المئة من دعم الطاقة في العالم الحل ايه؟ الحل في كل هذا الموضوع أن نلجأ إلى الحلول الغير تقليدية لتوليد الطاقة اللي هي في كل دول العالم بتوجد هناك حاجة اسمها خلطة للطاقة بيبقى فيها طاقة نووية مثلا 20% فحم 15% مواد بترولية 25-30% طاقة شمسية ورياح 25-30% في بلاد بالكامل لا تعتمد على المنتجات البترولية في توليد الطاقة عندها بالكامل طيب لو تكلمنا عن هذه التوليفة هذك ذكرت منها الطاقة نووية مثلا 20% أم شاب احنا بنتكلم في مشروع لسه قدامه فترات طويلة بالزبط ايه الحاجة اللي تخدم معنا بسرعة بقى ونخلينا نخلص في السنة وهذا الكلام نلمسها على طول نلمس المردود بتاعها سريعا سريعا وتعمل تنمية اقتصادية في كل مجالات الحياة حينما نتحدث عن توليد الطاقة الشمسية توليد الطاقة الشمسية ده محتاج ايه؟ محتاج هذا الممكن اعتبارا أسفت مشروع زي مشروع الطاقة الشمسية لو تم تطبيقه مشروع زي كده حضرتك أول كلامنا قلتيني للسد العالي كان عندها مشروع قومي كلنا قلنا انسد العالي ده هيجيب لنا كهرباء وهيغرق مصر بالكهرباء تمام هذا المشروع ممكن اعتباره مشروع قومي آخر؟ طبعا ليه؟ ليه؟ السد العالي ولد 1200 ميجا احنا النهاردة بنتكلم على 2000 ميجا نحطها سنويا وبدون حد أخصى يعني احنا النهاردة عايزين 25000 ميجا من هنا ل2030 من هنا ل2030 قدامنا 17 سنة نقدر نحط كل سنة 2000 ميجا من الطاقة الشمسية بسهولة بسهولة يعني في السبعتاشر سنة اللي جايين دون نقدر نحط 35000 ميجا مش 25 زي ما احنا محتاجين ازاي؟ ازاي؟ هل الطاقة الشمسية محتاجين ان احنا نخش فيها مجرد مستخدم ولا نخش فيها كمستخدم ومستفيد من نقل التكنولوجيا بتاعتها؟ مصر لديها عناصر للطاقة الشمسية ومقاومات تجعلها في مقدمة الدول التي ينبغي ان تعتمد على الطاقة الشمسية بالنسبة لا تقل عن 50% ايه هي المقاومات؟ لدينا السيليكون اللي بتتعمل منه الخلايا الشمسية لدينا الايدي العاملة التي تستطيع ان تعمل في هذا المجال لدينا اكبر مناطق في العالم ذات كفاءة لتوريد الطاقة الشمسية من حيث مدد السطوع ودرجات الانكسار يبقى اللي فاضل نعمل ايه؟ تكنولوجيا ما هيش موجودة عندنا طيب احنا هنستورد التكنولوجيا من بره ونقعد نتفرج على صحابها ولا هنستورد التكنولوجيا ونشتغل في قلبيها؟ لا نستوردها ونتعلم ونشتغل في قلبيها بس خليني دايما كده ايه الطرف الاخر اللي هو يتقل عليه ايه المحبط او الغلس يعني معلش انا اتكلمنا به كده عنه صاحب التكنولوجيا هستفيد ايه لما يجي يعمل هنا؟ لا 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 غير كده لا يستفيد يستفيد هياخد فلوس ماشي لكن انا بتكلم عن الطاقة الشمسية البعض بيقول ان الطاقة الشمسية اولا علشان اعمل اولد الالفين كيلو او مشابه دول لو هو احنا بنولدها بالبترول بعشرة جنيه فانا هوردها هنا بمية جنيه بمعنى لا المعلومة خاطئة جملة وتفصيلا انا هفصر بس ثانيا بمعنى احنا هنعمل خلايا شمسية اولا الخلايا الشمسية دي بتحتاج الى تغيير كل مش عارفة لخمس سنين لكل سنتين بتغير كل الخلايا الشمسية اللي انت بتشتغل بيها وهي وسريعة الاستهلاك او الاستهلاك بتاعها قليل جدا فانا لو احنا عملنا النهاردة خلايا شمسية بتوليد لنا سرعة محدد كل سنة الفين فاحنا بنحتاج كل تلات سنين او كل سنتين او مشابه ان احنا نغيرها وهي وده تمنها عالي فعلى المدى الطويل او على تكلفة هذه الخلايا هنلاقي ان سعر الواط او كيلو واط بقى اغلب كتير مما طيب اذا كان لدينا مستثمرين اليوم وعلى استعداد ان هو يولد الكيلو واط بدل ما انا بولده من الوقود البترولي بمية وخمسين ارش هو يولده بستين ارش هذا التفكير اللي حضرك بتقوليه هو تفكير واقعي بعض الناس بتردده بس ده اللي جوه السندوق اللي هو عاوز ايه اللي هو بيفكر النهاردة ان محطة الكهرباء الـ 500 ميجا بتكلف 4 مليار دولار فانا لما اجي اعمل محطات كهرباء يبقى انا كيلو واط الكهرباء عندي هيكلفني كذا لما اجي اعمل استثمارات في مجال التاقة الشمسية هتكلفني 15-20 مليار دولار كدولة يبقى انا التكلفة الرأس المالية عليها كذا انا مش عايز اخش في هذا كله التفكير اللي خارج الصندوق اللي عايز يعمل تنمية قصراضية ما بيدورش ان هو يملو كل شي النهاردة القطاع الخاص يدير 70% من اقتصاد مصر يعمل في القطاع الخاص اكتر من 14 مليون عامل يملك اكتر من 70% من اقتصاد مصر فهنا لابد ان احنا نطلع برا الصندوق الاشتراكي قوي والمسيطر على فكرنا ان احنا لازم نعمل كل حاجة ونبقى مشرفين على كل حاجة ونبقى شايفين كل حاجة بتتعمل ازاي برضو خليني الشريك المخالف ونقول ان احنا احنا مش اشتراكيين قوي لكن في مشاريع الى حد كبير عليها علامات او خطوط حمراء ان دي لازم تكون مملوكة للدولة منها المياه والقهرباء مش بدرجة كاملة وده الخطورة ليه؟ يعني خلينا مثلا ناخد مثلا حاجة زي المياه ونقول فيها فكرة بسيطة كده انا الحقيقة مش قادر استوعب ان احنا عندنا هزا الكم من المياه العزبة اللي بناخدها من مية النيل ومش مكفين لان انا نهدر استخدام احنا شغالين لسه بنروي بالراحة رأي بالغمر هذا الموضوع مش موجود في اي حتة في العالم لابد من تغيير النمط بتاع استخدام مياه الزراع كمان مياه النيل بتستخدم في الاغراض الصناعية في وقت من الاوقات كنت رئيس شركة وكنا عايزين ناخد جزء من مياه النيل واستغربت جدا ان مياه النيل بتتبع ببلاش للاغراض الصناعية فعلمت انه يوجد اتفاقية لتوزيع مياه النيل تحذر بيعها للمستخدمين هذا الكلام جيد طيب تحذر بيعها للمستخدمين في مجال الزراع هل انا النص اللي واقف ده قدامي يخليني مفكرش لازم افكر انا اعمل ايه في حاجة زي كده مأخذ للمياه وعملية فلترة بسيطة وابيع مياه مفلترة ان شاء الله ابيع المتر بجنيه ان شاء الله ابيع المتر بجنيه ابيع وقلي مين للمصانع للمصانع مش للمزارع المزارع ده خلاص لانه ده بياخد مياه زي ماهية من النيل لكن المصانع ما بتاخدش مياه زي ماهية ده هي بتعمل عليها عمليات تحلية طيب جزء من عمليات التحلية انا عايز ابقى تاجر شاطر عايز افكر كمستثمر انا عايز كحكومة افكر كمستثمر هيقولك ان احنا بنطفش المستثمرين ببنحاول جذبهم في كل شتى الطرق انا لما انقل هذه الخطوة بدلا من المستثمر يعملها عملية التنقية الاولانية او الفلترة فقط انا مش عامله عملية التحلية كلها انا عامله عملية الفلترة فقط واخد قصادها مقابل عارف حضراتك الصناعة بتاخد قد ايه في السنة؟ 12 مليار متر مكعد ببلاش ممكن دول يجيبوا 12 مليار جنيه ببساطة ان اعمل لها مشروعات للفلترة وليس للتحلية ده منح المنح الاخر اللي حد تتكلمت عليه اللي هو طاقة الشمسية على وجه الخصوصة علشان معلش احنا وقتنا فعايزة ايه يعني نبقى الى حد ما شرحنا الطاقة الشمسية نحن نتحدث عن مشروع قومي بنتكلم فيه على توليد 5000 ميجا في المرحلة الاولى منهم 1000 في اول سنة نتيجة استيرادنا لخلايا شمسية من الخارج في السنة دي في الوقت اللي بننشئ فيه مصنع لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية والخلايا الشمسية في منطقة على البحر الاحمر يتواجد فيها السيليكون هذا المصنع يستطيع ان يستوعب من 55 الى 60 الف واحد يشتغلوا في تصنيع الخلايا الشمسية ثم الارض المجهزة او الارض المختارة لإقامة هذه المزرعة من الخلايا الشمسية في جنب في المنطقة بتاعة شرق الوعينات شرق الوعينات فيها 400 الف فدان استصلحتهم القوات المسلحة لا تستزرع منهم اعتقد الا 180 الف نتيجة ان مش مفيش مايا لا فيه مي بس مفيش طاقة لرفع المي طيب لما نعمل هذا المشروع في هذه المنطقة واخد منه 500 ميجا بس 500 ميجا بس اوجهه من ناحية الزراع استطيع ان ارفع هذا الرقم من 400 الف فدان الى 2 مليون فدان يعني ايه؟ انا النهاردة بتكلم ان انا بقى واجه شبح الفقر المائي اما يبقى عندي طاقة اقدر اعمل تحلية لماية جوفية ولماية البحر يبقى انا حلية مشكلة المياه بتكلم على ان انا عندي فقر زراعي انا بستوى مصر المستهلكة للفول والعتس تستورد فول وعتس ده بخلاف الامح لو انا رفعت الطاقة الزراعية دي الرقع الزراعية في هذا المكان الى 2 مليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية اللي موجودة في هذا المكان 2 مليون فدان حضرتك يستوعبه من الفدان بياخد من 4 الى 5 اشخاص تشغيل 2 مليون فدان يعني انا بنتكلم على 10 مليون عامل يشتغلوا في هذه الاراضي زراعة فقط ده غير اللي اشتغلوا كان في مصنع اللي هو عمل الخلايا ده غير الـ 55-60 ألف بتوع الخلايا 55-60 ألف دول حاجة تكنولوجية لنقل التقنية دول بقى عايزين يبقى فيهم البحث العلم والإنتاج الحربي والهارة العربية للتصنيع احنا بنتكلم على عديد من الوزارات العديد من الوؤسسات اللي لازم يكون بينها تواصل وتكامل يعني بص حدك انا بنتكلم على استصلاح 4-2 مليون فدان ده وزارة الدفاع مع وزارة الزراع مع وزارة الراي لما نيجي نتكلم على صناعات زراعية تنشأ في هذا المكان فاحنا بنتكلم على وزارة الصناعة والاستثمار والدفاع ايضا لما نيجي نتكلم بقى احنا عايزين نربط الحتة اللي هي بتاعة شرق الوعينات دي مع الحتة اللي موجودة على البحر الاحمر فدي مسافة 600 كيلو فده طريق 600 كيلو يتم رصفه في الاتجاهين ويتم انشاء مينة لان احنا لما بنعمل خلاشة بسية والمرافق لما بنيجي نتكلم كمان على النقش لان انا عايز مينة هنا انا ما بعملش ده عشان خطر فقط ان انا اورد خلاشة شمسية لمصر لا ده انا مصر وافريقيا واسيا الدول اللي حوالايا اللي شغالة في توريد الطاقة الشمسية في الخمس سنين الجايين يبقى انا عملت نقش ادي وزارة النقل معايا للتصدير والاستراد مش بس تصدير خلاشة شمسية والمتجات الزراعية المصنعة كده احنا بنتكلم عن المجلس او المجلس كل الوزارية يعني احنا بنتكلم ما فيه شوالة احنا مثلا هنتكلم في خلايا شمسية وتصنيع خلايا شمسية فده محتاج تحديث لمنهج الدراسة بتاعة الدراسة الفنية السنوية الفنية سواء في الزراعية او الصناعية لتحديث مناهجها بما يلائم المشروعات اللي هتقام في هذه المنطقة على وجه الاخص التدريب الفني كمان طبعا طبعا طيب انا عايزة استأذن حضرتك ان احنا يكون لنا لازم لقاء اخر لان طبعا احنا وقتنا ده المشروع الحل قليات تنفيذه بقى لان احنا عادة ان احنا نعمل ايه نلقي بمشروعات كده ومنقلش تنفس ازاي بالزبط احنا عايزين ناخد من حضرتك ان شاء الله وعد ان حضرتك لازم تكون معنا ان احنا اولا نعرض المشروع كمان مرة اخرى علشان برضو لان احنا المشروع عبارة عن كل الوزارات هتكون موجودة فلازم يكون فيه تواصل ما بين وخطة عمل ما بين كل الوزارات دي نمرة واحد نمرة اتنين آليات بقى تنفيذ هذا المشروع لان طبعا كل الناس بتطلع في تلفزيونات تقول افكار لطيفة جدا لا وخاصة في الاوقات دي يعني احنا النهاردة احنا دخلين بقى على استفتاء وعلى تغيرات وزارية وكل واحد عايز يطلع يلمع نفسه وقول كلمتين علشان قطر يبقى موجود على الصحة يعني لا احنا عايزين من خلال صباح دريم نعمل هذا المشروع ياريت يبقى نتبقى القصدام فعلا لو المشروع بهذا الشكل بهذا الترابط ممكن فعلا ده يبقى مشروعنا القومي عايزة أتم حاجة في هذا الموضوع قبل ما نختم الحلقة ألمانيا بتولد 200 ألف ميجا في اليوم منهم 20% من الطاقة الشمسية يعني 40 ألف ميجا مصر كل انتاجها 25 ألف ميجا يعني ما تنتجه ألمانيا من الطاقة الشمسية مرة ونص اللي بتنتجه مصر ألمانيا اللي مثال الشمس اعتقد ان احنا لو ده بقى او اعتبرنا هذا المشروع مشروع قومي فعلا ممكن ين المصر نقلة كبيرة جدا خاصة المشروع كل الوزرات هتكون مشتركة فيه فمعنى كده ان كل واحد هيبقى له حلم كل واحد هيعم عليه نفع كل واحد هيعمل في هذا المشروع وده بالتأكيد المعنى الحقيقي للمشروع القومي وهو ده اللي رجعنا للأصل الثورة كانت بتتكلم على ايه عيش انا عايز اوجد فرص عمل ها عدلة اجتماعية ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقية كرامة انسانية ان انا اشيل الناس اللي في العشوائيات والناس اللي مش لقين شغل اشغلهم والتلاتة دول هجيبوا وراهم حرية والتلاتة دول هجيبوا وراهم حرية هذه الكلمة طبعا اسمحوا لي اشكر ضيفي الكريم المهندس وسامة كمال الوزير الاسبق البترول جزيل الشكر حضرتك شرفتنا واكيد مشروع فعلا يستحق ان احنا كلنا نقف وراه يستحق ان احنا نتابعه فعريت برضو مرة تانية ناخد وعد من حدك هتكون معانا عشان نعرف عشان نتكلم على الهات التنفيذ عشان نبقاش نتكلم نظري بالضبط الهات التنفيذ المشروع المهندس وسامة كمال شرفتنا شكرا لحضرتك مشاهدين الحقيقة مشروع فعلا يدعو للتفائل وان شاء الله ممكن يكون مصر افضل وان شاء الله يكون عندنا مشروع قومي نقف كلنا وراه احنا محتاجين فعلا حيه كده عشان كلنا نشتغل كل الوزارات مش يبقى وزارة بس البترول اللي احنا بنكلمها ولا وزارة الزراعة ولا وزارة الرأي ولا وزارة لا ده فعلا مشروع قومي كل الوزارات هتشتغل معناها كده ان كل مصري هيشارك فيه هو ده فعلا مشروعنا القومي نخرج لفاصل ونرجع لموضوع مختلف جدا والتكنولوجيا واليوتيوب فاصل قصير